الأمين السابق قد حذر الحكومة وقالهم يا أصحاب السمو والمعالي والعناوين الأخرى ترى مغداد إذا مطرت تغرق الدنيا والرجال ذب استقالته وراح ومو بس هاي السنة غرقنا السنة القبلها أيضا غرقنا والقبلها غرقنا والقبلها غرقنا وكل ما تمطر الدنيا نغرق ونصير مهزلة أمام الدنيا وأمام العالم شنو اللي يجينينا الآن من السولف وقللك تعال يا ولد احنا ما عدنا تخصيصات ما عدنا فلوس خل نغرق بس نستلم راتب قمنا نقارن بين الأمرين ولذلك يا سادة يا كرام اللي لا يقدر ينظف لمنهولة ويسلك لبجرة ترى ما يقدر يدير دولة وزحمة يدير دولة وهاي المنهولة والسبتة تنك حشم ان أقول ببجهة صارلها سنين انسالف بيها من أيام صخرة عبعوب بالهسة أو ما تقبض غير بس خطابات واذا تردون الصدق وتردون الحل دزوا على السادة المعالي الكرام الأكابر الذين توالوا على أمانة بغداد وقلهم يا با ليش الوازمم سينا مطينا وين فلوسكم وين صرفتم ونحمد الله كثيرا أيضا أن محكمة استئناف النجف رفعت كتابا إلى هيئة النزاهة تقول يا با يرجى التحقيق في قضية ملف فساد كبير في مقبرة النجف الجديدة حسنا وين رحنا حتى المقبرة الميت القبور الجاعة نندفن بيها بيها فساد عدل تنباق ميت تنباق وين الجف يبتدع هؤلاء الشياطين منصات جديدة للسرقة والفساد زين تموت ما تخلص عدل ما تخلص هذه القضايا هذه الصور المرعبة المخزية وأيضا نحمد الله كثيرا أن السيد رئيس ديوان الوقف السني يقول لقد حسنا على قرار التريد في تقاسم أملاك الأوقاف زين يابا هذا مات واعتمن الدولة على أمانة أن تكون إلىها صدق حسنة هس يحطها يم السنة يحطها يم الشيعة يحطها يم الأكراد هو راد الأمين خيري خليها يمه ذلك أنا ما أفهم ما أفهم دولة بهذا الضيم شعب بهذه المأساة ناس تم تدميرها تم إفلاسها تم تجويعها تم تشريدها المفروض الدولة تنتبه إلى قضايا استراتيجية كبيرة شنو أملاك الأوقاف يعني هذا العقل الشيطاني الذي يبدأ في السرقة ينحط بالصخر حتى يستطيع أن يسرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر